ما الذي أتى بصلاح الدين إلى مصر خلاصة هذا الكلام أيها الأحبة الكرام كانت مصر في هذه الأيام تحت حكم هذه الدولة العبيدية الشيعية الطائفية الإسماعيلية التي تسمى زورا بالدولة الفاطمية وفاطمة رضي الله عنها منهم ضراء هذه الدولة كانت دولة شيعية تذكر كتب التاريخ والسير أنها قتلت ثلث الشعب المصري فضلا عن تصفية العلماء ورموز أهل السنة وكانت هذه الدولة تابعة لرجل يهودي في الأصل يسمى عبيد الله بن ميمون القداح هرب إلى أرض المغرب ثم جاءوا إلى هنا ولما وصلوا إلى هنا فعلوا بأهلها الأفاعيل ونشروا هذا المذهب بالسيف والنار ولا حول ولا قوة إلا بالله وزعموا زورا أنهم من نسل فاطمة رضي الله عنها وفاطمة منهم براء قولا واحدا وظلوا يخدعون العامة والخاصة بهذا المسمى بالدولة الفاطمية طالما تعلمنا في المدارس وطالما سمعنا عن الدولة الفاطمية وعن القلعات والمساجد وما شيدوه وما فعلوه لكن قل لما أن ترى أحدا ينتبه إلى عقيدة هذه الدولة لم تكن كما سمعنا ولم تكن كما ينقل عنها بل كانت دولة لا يستطيع أحد أن يترضى عن أبي بكر وعمر في هذه الدولة وظلت هذه الدولة على هذا الحال تنشر البدع تنشئ الموالد وتعلن سراحة سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضلا عن الثورات والخلافات والصراعات الطائفية التي كانت في أيام هذه الدولة الفاسدة بمعنى الكلمة هذا مما أدى إخواني إلى أن يطمع الفرنجة والصليبيون في أرض مصر لما رأوا هذه الخلافات ورأوا هذه الصراعات الطائفية المذهبية طمعوا في أرض مصر فعلم هذا السلطان الصالح نور الدين محمود زينكي رحمة الله عليه ولما بدى له أطماع هؤلاء ولما بدى له أطماع هؤلاء راح نور الدين رحمة الله عليه أن يعمل على قطع الطريق على هؤلاء لأنه يعلم لأنه يعلم قيمة مصر ومكانة مصر رحمة الله عليه وهنا أيها الأحبة الكرام فما كان من نور الدين إلا أن أرسل جيشا كبيرا وخرج هذا الجيش من أرض الشام إلى أرض مصر وكان هذا الجيش تحت قيادة عم صلاح الدين أسد الدين شركوه رحمة الله عليه وكان يعاونه ابن أخيه صلاح الدين رحمة الله عليه وكان صلاح الدين على أبواب الثلاثين أو جاوز الثلاثين من عمره رحمة الله عليه ورضي الله عنه فلما علمت القوات الصليبية بجيش أسد الدين شركوه عادوا بعد ذلك وانقطعت عليهم وانقطعت عنهم هذه المطامع التي كانوا يحلمون بها وهنا أيها الأحبة استتبى الأمر لأسد الدين شركوه ولصلاح الدين وبدأ نجم صلاح الدين في الظهور فماذا فعله